أعلنت وزارة تخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي 2021-2022 في مجال الرعاية الاجتماعية وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة وأشرت الوزارة إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع نصري متضامن ومتماسك ومنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية أوضحت الوزارة أن مشروع الموازن العام لعام 2021-2022 قد خصص دعما قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية